السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 25 الثاني أكتوبر طبعا اليوم القمر موجود في برج الجوزاء ورح ينتقل في ساعات الظهر تقريبا لبرج السرطان وبرضو اليوم عنا انتقال عطارد اللي رح ينتقل من العذراء للميزان ورح يظل في الميزان لغاية يعني من اليوم 15 ليوم 22 والحلقة صارت موجودة على القناة طبعا القمر بما انه موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة 12 و 31 دقيقة من ظهر اليوم الخميس بعدها بده ينتقل لبرج السرطان ورح يظل في برج السرطان لغاية الساعة 11 و 23 دقيقة من مساء يوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد طبعا القمر موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 31 دقيقة من ظهر اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج بما ان القمر موجود في برج الجوزاء لغاية ساعات الظهر معناتهم نظل بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات برضو نتقلب في أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة أقال علينا أكمال أعمالنا واتصالاتنا في هاي الفترة ممكن نشغل أنفسنا في أمور ما لها أي داعية يعني غير مجدية وبتظل الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بدهم سجلوا بدورات تعليمية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي أو الاهتمام بمسائل اللي لها علاقة بالإلكترونيات أو بالسيارات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي الانتقال انتقال عطارد اللي رح ينتقل للميزان رح ينتقل الساعة يعني تقريبا بحدود الساعة 12 وثمان دقائق بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس يعني بعد ثمان دقائق من بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش ورح يظل موجود عطارد في الميزان لغاية الساعة 6 و43 دقيقة من صباح يوم الأحد 22 لا ينتقل بعدها القمر للعقرب طبعا تفاصيل وتأثيراتها على الأبراج وعلى الطوالع والأحداث المتوقعة خلال هاي الفترة صارت موجودة بحلقة منفصلة موجودة على القناة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 3 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا هذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 4 و37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وممكن تسبب للبعض اكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقام والنزاهة في تعاملاتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 6 و34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم برضو هاي الزاوية بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 6 و34 دقيقة صباحا من صباح اليوم ورح يستمر لغاية الساعة 12 و31 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا بتيه قبل خلو المسار الساعة 12 و31 دقيقة ظهرا القمر خلص بنتقل وباستقر في برج السرطان عشان هيك بنصير من بعد الظهر نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان شيء بسيط نتحسس منه من حاول خلق جو من الأمان لأنفسنا ولأحبائنا ولأطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن بعض الذكريات هيك تجعل البعض مننا يعني يحزن يبكي نذكر الماضي فعشان هيك إحنا في هاي الفترة بحاجة للمزيد من الاهتمام وخصوصا للأكل والشراب ومراقبة شهيتنا لأنه بالفترة هاي الأشخاص اللي بيعملوا دايت أو ماشيين عن نظام غذائي بيشعروا أنه في رغبة كبيرة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين في هاي الفترة لأنه الكل بيكون حساس في هاي الفترة ما رح يستقبل الكلام بصدر رحب في هاي الفترة بإمكاننا الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات زي شراء أو استئجار أو بيع عقار أو الاهتمام أكثر بأطفالنا أو قضاء وقت ممتع بالمنزل مع العائلة بمناسبات أو لقاءات عائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 22 و 32 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بعد الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها تجعلنا مزاجيات طباع هاي الزاوية مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من زيادة الضغط النفسي أو الضغط بالعمل أو الضغط بالمسؤوليات وهذا شيء ممكن يعرضنا لبعض الحوادث وفي هاي الفترة ما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 22 و 54 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في أعمالنا أو إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا أول إشيء من الآن ولغاية ساعات الظهر عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أو أنبيب الشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار والحركة والشعيرات الدموية هذولا الأكثر حساسية لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عنا الأكثر حساسية المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب وغشاء الصفاق وبرضو الجهاز اللينفاوي وعضم الصدر هذولا بصيروا الأكثر حساسية طبعا اليوم ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية ولكن ما بنصح للأعضاء اللي ذكرناها بأوقاتها فعشان هيك إلا إذا كانت اضطرارية أما بالنسبة لعمليات التجميل والحقن فهي الفترة ممتازة جدا مناسبة هذا اليوم لعمليات التجميل حقن وجراحة وغيره ولكن مش بفترة قلو المسار يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر بالليزر لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان قلو المسار القادم بيكون الساعة 17.11 دقيقة مساء وبيستمر لغاية الساعة 11.23 دقيقة مساء من مساء يوم السبت 17 لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 47.41 دقيقة مساء بصير عمره 22 يوم نسبة الإضاءة 61% أما بالنسبة لها مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعة المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 10% القمر في الجوزاء وبيدو ينتقل لبرج السرطان ورح يضل في السرطان لغاية يوم 17 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في العذراء ورح ينتقل للميزان ورح يضل في الميزان لغاية يوم 22 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعة الصباح بصير منتحس بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 منتحس بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 10 سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27 1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في تنقلاتكم واتصالاتكم وحواراتكم والسفرياتكم القصيرة وبرضو بظل في نوع من أنواع الطاقة العالية جدا في التواصل مع الغير ولكن في ساعات الصباح ولغاية ساعات الظهيرة بصير في نوع من أنواع التقلب لأنه شوي بصير ما في تركيز زيادة عن اللزوم وبرضو انتبهوا أثناء تنقلاتكم بالسيارة بأعلى الطرقات خلال هاي الساعات أما من ساعات ما بعد الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شأنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت وحاذر من الخلافات والانتقاد والمواقف المعاكسة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل تركيز على الأمور المالية وبظل في فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات وبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات وأيضا تحذروا من النصابين والمحتالين في فترة قلو المسار اللي هي في ساعات الصباح أما من ساعات الظاهرة وما بعد بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران حاول أنك تفسح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك وابحث عن التوافق والإنسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ من المال أو يكون عندك شيء يعني بتطلب هيك ترتيب وضع بتعلق بالفواتير بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا عندكم طاقة عالية جدا وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبالضل الطاقة والحيوية ممتازة جدا وعندكم استعداد للبدء بأي شيء جديد ولكن في ساعات الصباح لغاية ساعات الظاهرة بتكوا تنتبهوا حاولونكم ما تبدأوا بأي شيء وما تتخذوا قرارات حاسمة بهذا الوقت وأضبطوا نفسيتكم من التقلبات أما من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لا هاي الأقصاط بإنها تتراكم عندكم فكروا بمنطق وعلجوا الأمور الطارئة فورا ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الدفعات خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اللي بتشعروا فيه من تعب وإرهاق وتوتر وعدم طاقة وتقلبات من المزاج هذا رح يظل مستمر لغاية ساعات الظهر ولكن كل ما اقتربنا لساعات الظهر بيبدأ يخف بالتدريج وبيزول شوية شوية في ساعات الظهيرة القمر بنتقل وبصير عندكم فعشان هيك بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة خلال ساعات ما بعد الظهر حافلة بالأخبار والتطورات وممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطط جديدة أو تستعيد حياتك رونقها وحيويتها فعشان هيك حاول أنك تأجل كل أعمالك الضرورية والمهمة إلى ما بعد الظهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيظل النشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر ولكن ابتداء من ساعات الصباح ببدأ الضغط عليكم زيادة بتشعر أن طاقتك نزلت وبرضو بيبطل في عندك رغبة لإتمام أي شيء حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك وما تتخذ قرارات حاسمة بهذا الوقت لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعب في ساعات الظهر القمر خلاص بنتقل وبيستقر في بيت متاعبك ورح يظل موجود يعني في بيت المتاعب لغاية مساء يوم السبت فعشان هيك من ساعات الظهر بتدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وأعصابكم وبصير في نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة فعشان هيك ما بنصحك يعني بالمباشرة أو تنفيذ أي أمر يعني بشكل قطعي حاول أنك تعمل بشكل روتيني في الأيام القادمة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين لغاية ساعات الظهر في ساعات الصباح لغاية ساعات الظهرة حاول أنكم ما تتخذوا أي قرار ممكن يشوه سمعتكم أو أي تصرف أو أي انتقاد أو أي مشكلة أضبط عصابك قدر الإمكان أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتنشطوا اجتماعياً بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة وبيطمئن بالك وممكن تحصد دعم أو تأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وخصوصاً بالساعات اللي هي من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة حاولوا قدر الإمكان لأنه برضو ظل في مجال الاتصالات والحوارات والدراسة والامتحانات بتظلها موجودة لغاية ساعات الظهر والأجواء جيدة على المستوى العاطفي ولكن حاولوا ما تدخلوا بنقاشات عقيمة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نضموا وقتكم بشكل جيد وبشكل واضح وعاول أنك هيكي تعرف أولوياتك بالضبط وما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت اليوم تتمتع بسرعة بديهة عالية جدا ولكن بدون مخالفة قوانين بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة لغاية ساعات الظهر ولكن من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهر بدكوا تنتبهوا أنه ما تدينوا حد فلوس ما تقرضوا حد فلوس وبرضو ابعدوا عن الاقتراض تماما أنتوا حتى لكم شخصيا ولكن من ساعات منتصف الليل لغاية ساعات الصباح بيظل في اهتمام للمكاسب المالية أو بنك ضريبة تأمين ويظل الفرص جيدة ولكن التنبيهات بتيجي من ساعات الصباح لساعات الظهيرة أما من ساعات ما بعد الظهر وهنا بصير الطاقة عالية جدا فممكن يصلكم خبر سار من بعيد وهي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع فيها المعنويات وبتقوى الحضوض بعض موليد برج العقرب ممكن يهتموا بمواضيع تتعلق بأشخاص خارج البلاد أو سفر أو مؤتمر أو دورة دراسية أو امتحانات وبتكون مفيدة لإلك بشكل كبير وبعض الأشخاص ممكن يلتقوا حول طاولة حوار للتفاوض أو ممكن تعلجوا مسائل متنوعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة لغاية ساعات الصباح طاقتكم بالظل الضعيفة انتبهوا من العصبية والحدية والمشاكل من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بيصير التركيز على الوضع المالي أكثر فبتعيدوا الضبط من أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليون والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضعية عد الأولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل الأجواء راح تكون ممتازة جدا حتى على مستوى أمور إلها علاقة ببنك ضريبة تامين مطالبة بحق لإلك أو أموال لإلك ولكن بدون مبالغات مالية وخصوصا من الصباح وحتى الظاهرة بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بنتبهوا لصحتكم القمر بدأ يتحرك باتجاه مقابلتكم تماما حاولوا أنه ما تبدأوا بعمل جديد في فترة من الصبح لغاية ساعات الظهر إلا إذا كان اضطراري عليك دقق بالتفاصيل ابعد عن المشاكل ما بينك وبين زملائك أو زبائنك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا القمر بصير مقابلك تماما بتمجحوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركاء المال أو العاطفة ولكن بالظل هاي فترة صعبة لأن القمر مقابلك تماما بتثقل خلال هالهموم المسؤوليات والحساسية فبتكون تتجنب ردات الفعل العنيفة لأنها فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث إذا ما انتبهت بشكل جيد بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا لغاية ساعات الظهر وبتظل الأجواء جيدة على المستوى العاطفي وعلاقاتكم مع أحبائكم أو حتى ممارسة هواية أو الترفية أو مع أحد الأبناء الأجواء جيدة جدا ولكن من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهير أحاولوا أنكم ما تفرضوا رأيكم على أحبائكم وما تبالغوا بالحضوظ أما من ساعات ما بعد الظهر وأنا بدكوا تنتبهوا كثير لأعمالكم ولصحتكم وبدك حاول قدر الإمكان أنه تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك ما تهمل بإتمام أعمالك عشان ما تتراكم الأعمال عليك وتضطر للعمل وقت إضافي أو أنه يعني تخطئ بعض الأخطاء في إتمام أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل التركيز على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة لغاية ساعات الظهر فممكن تهتم بتصليحات ترميمات أو حدث عائلي أو شيء بتعلق بالعائلة ولكن انتبهوا من ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة من الحدية بالطباع أو سوء تفاهم أو بعض المصاريف الإضطرارية أما من ساعات الظهر وما بعد وأنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاولوا معالجة الأمور بروية وبتعدوا عن تعقدوا الأمور أو تكون حساسيتكم الزيادة وما تبالغوا بملذاتكم الأجواء جيدة عن مستوى الترفيه والعلاقة مع الأبناء والأفراح والحضوض أيضا ولكن لسه ما استقر بشكل كامل القمر فعشان هيك حاول تستمتع وإذا شفت الأجواء جيدة اقدم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر